كرم سفراء كندا والمكسيك والسويد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بجائزة أبطال التغيير تقديرا لمساهمتها وإسهاماتها المتميزة كنموذج للمرأة المصرية في عملية تنمية الدولة وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وخلال كلمة لها أكدت الوزيرة على الدور الذي تلعبه المرأة المصرية في دعم العمل البيئي خاصة مع تولي مصر رئاسة مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 2018 كوب 14 وحتى رئاسة مؤتمر كوب 27 في هذا العام